سلام عليكم زيكم عاملين ايه وحشتوني جدا زي ما انتو شايفين كده نعمل اكلة كده سريعة كده مش تاخد مننا وقت وفي نفس الوقت برضو انها اكلة حلوة مقارونا بشامل كده وكمان معاها كفتة بصوا الجميل والحلوة شايفين البشامل اللي بيفوت منها ازاي بجد جميلة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم يلا بينا ندخل على المقادير معايا هنا بقى كيلو كده من اللبن او الحليب ومعايا لحمة مفرومة معايا بصلة مبشورة ممكن اعملها قطع زي ما انتو حبه ملح وفلفل وعلبة اشتا ومعايا المقارونا هستخدم كيس مقارونا بس تقدر تزود الكمية حسب ما انت حبه انا هستخدم هنا يعني دي حوالي كده بصلوية وسط بشرتها وحطيتها كده بالشكل دوت في شوية من الزيت وبتدقلبها لحد لما تدبل معايا انا مش عايزيها يعني تاخد لون لأ انا عايزة بصل البصل يبقى يدبل معايا هنزل عليها باللحمة بتاعتي زي ما انتو شايفين كده دول حوالي 125 جرام من اللحمة لان طبعا انا مش هعمل غير هي صانية صغيرة وكمان كمية مكارونا برضو مش كبيرة نص كيلو ولو انت يعني شايفة بتحب اللحمة مثلا اكتر من كده ممكن تزوده مفيش مشكلة حسب ما انت ما بتحب بس هي يعني كتير مش قليلة وهتشوفوها لما نحطها كمان في الصانية هتبقى عاملة ازاي بقلبها بس كده شوية وبعد كده هنا هنعمل بقى البشاميل بتاعنا الحلة دي اللي نسلات فيها المكارونا كلنا طبعا بنعرف نسلق المكارونا مش محتاجة يعني فاتي يعني هنزل بقى كده بمعلاقة السامنة تكون كبيرة زي اللي انتو شفتوها ديت وهبتدي احط عليها اربع معالق من الدقيق اربع معالق من الدقيق من هي المعالق اللي احنا بنكل بها وقلبوا بقى كده شوية في السامنة بتاعتي وزي ما قلتلكو بقولوكو كل مرة ما نقلبش يعني تقلبتين كده ونحطيني اللبن على طول لا سي بدي كده يتحمر شوية مع السامنة وممكن تستبدلوا السامنة ديت بسامنة وزيت او بالزبدة وزيت او بالزبدة بس او يعني اللي ريحكم بس انا على طول بعملها بالسامنة ويعني بحبها كده بالطريقة دي فانت تقدري بقى يعني المادة يعني الدهنية اللي انت عايزة تحطيها حطيها خلاص كده بقى بعد ما قلبتهم شوية حلوين نزلت عليهم برتل من اللبن او كيلو من اللبن زي ما انتوا شفتوا كده واللبن هو الحليب عشان فيه ناس بتسألني اللبن هو الحليب او اللبن هو الحليب احنا عندنا بنقول عليه لبن في ناس في دول تانية بتقول عليه حليب فعلى حسب بقى الدولة يعني او على حسب المكان اللي انت شاعدة فيه وهنزل كده عليهم بعلبة من القشطة وافضل بقى ايه اقلب كده يعني شوية عشان ما يكلكعش معايا نفضل نقلب كده شوية حلوين لحد دم خلاص الاقي الخليب بتاعي كده ابتدى يغلي كده ويعمل فقاكيع كده وتقل معايا وهنزل عليه بقى ببضايا كده البيضة دي بتديه وش جامد جدا وش حلو بس لو انت حطاه يعني ما تحطوش منه للشوايا على طول انا عشان حطيته منه للشوايا على طول فمدتها وش جامد جدا يعني وكت كمان افتح من كده بس انا طفيت الفرن وسبتها جواه فخدت اغمقت كمان عن كده وحطيت عليها ملح وفلفل اصمر وهنا بقى نعمل مع بعض الكفتة بتاعتنا معايا حوالي هنا يعني 350 جرام كده من اللحمة نص كيلو مثلا اللي حاجات بسيطة وحطيت عليه دهن دهن دوت بقري من عند الجزار او ممكن انت بتشتري لحمة المفرومة من عند الجزار تخليه حطه لك يعني حطه لك الدهن ده معايا ويفرومه لك عنده كمان هنزل كده بيوم في الكابة بتاعتي وعليهم كمان بصالة صغيرة مبشورة وعليهم بطاطساتين مبشورين بطاطس او بطاطس هتدي طعم حلو كمان بالضعف الكمية يعني لو انت عاملة مثلا كيلو لحمة هيرمي معاك كتير ومش ببان في طعم يعني في طعم اللحمة مش ببان حطه هنا بصلطين بشرون بالشكل ده والتوابل هنا بتاعتي معايا بهارات لحمة ومعايا ملح وفلفل اصمر وبهارات كفتة وممكن لو انت حابة بقى حطي بابريكا اللي انت حبايا يعني وبتدي بقى اضربها كده في الكابة بتاعتي لحدا ما تنعم معايا انا عايزيها تكون نعمة وهنزلها بقى هنا في البولة او في الطبقة عندي ويستحسن بعد اما تعمليها تدخليها التلاجة شوية ساعة اتنين علشان تمسك اكتر وتبتدي النيتي تشكلها بس انا طبعا شمست عجلة فعملت كله كده على طول يعني ما حطيتاش في التلاجة وكده وتلعب برضو معايا حلوة وجميلة اهو هبتدي بقى كده ان انا نزلها ونصباحها مع بعض والطبقة بقى اللي معايا دوت اه البصلوية اللي انا حطيتها في الكفتة اه ما حطيتهاش بالمية بتاعتها لا باعصورها من المية بتاعتها وباخد المية بحط عليها مع لأتيق من الزيت وشوية ملح كده صغيرين وابتدي ان انا قلبها وبعد كده ابتدي اصبع الكفتة بتاعتي يعني عشان تدي برضو طعم الكفتة ما تكونش الكفتة من بره برضو دلعة هبصوا اي حاجة بقى عندكم عصيون اللي بتاعت الشيش طبوك دي حتى لو رفايا ممكن تعملوا مثلا تلاتة اربعة مع بعد كده وتبتدوا ان تصباوا عليهم اه اي حاجة موجودة عندي كده مثلا كده موجودة عندي فانا باستخدموا لما باجي اعمل الكفتة اهو بحط كده كده كدعة اللحمة وبتدي بقى اضغط عليها وباللي ايدي بقى بالخليط اللي معايا ده وهنعملها على البتجاز مش في الفرن وهتطلع معنا تحفة 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 اهو زبانتو كده شايفين طبعا الاكلة دي سريعة محدش بايقول لي تاخد وقت لا مش بتاخد وقت هي على طول على طول يعني يمكن هي خدت معايا وقت شوية علشان خطر انا يعني بصور وكده لكن هي في العادي ما بتاخدش وقت هي يعني خدت معايا حوالي ساعة او ساعة ونص وبصور طبعا لو انت مش بتصوري هتعملي كله على طول على طول كده مش هياخد معاك وقت حطيتها كده في الجريل وممكن لو مش حابين تحطوا او مش عندكم الجريل تحطوا في اي تاسع عندكم بس الحاجة ما تكونش يعني يعني الحاجة ما بتلزقش فيها تفال جرانيت سيراميك كده وبتجب ان انا قلبها بالشكل انتوا شايفين والنار ما تكونش عالية علشان ما تاخدش لون من بره وما تكونش استود يعني النار تكون وسط بصوا شايفين واخده لون تحفظ ازاي وهنعملها كمان بريحة الكفتة المشوية مع ان احنا مش عونهاش ولا حاجة بصوا يا ما فكتش مني ومتمسكة وحلوة وجميلة جدا ممكن لو مش حابين تعملوا جنبيها مقارونا ممكن تعملوا جنبيها رز اصفر اه وشوية تحينة وشوية سلطة هتبقى في منتهى الروعة خلاص كده هي كده خلصت معي هبتدي بقى حط كده حتة من الورق فويل اي حاجة عندك اي حاجة يعني اي ورق فويل او الكب ديت زي اللي انا مستخدمها دي هي فويل برضو وحطيت فيها ولعت كده فحمية وحطيتها جواها وحط عليها معلقة من السمنة واسبها بقى واغطيها علشان يريحب بقى يعني الفحم دي تخليها كأنها مشوية خلاص كده اللحمة بتاعتنا استويت حطيت عليها بوهرات لحمة وحطيت كمان عليها فلفل اصمر وملح والضوء طبعا الملح حسب ما انت بتحبي بس يعني في المعقول حلو دلوقتي بقى هنبتدي بقى نعمل صنية المكرونة بتاعتنا بسم الله زي ما انتوا شايفين كده بحط جده في القوع شوية من البشاميل والحركة دي حلوة جدا جدا علشان ما تخليش المكرونة بتاعتي تبقى يعني لزقف الصنية وكده وهنزل بنص كمية المكرونة وبعد كده احط عليها اللحمة بسم الله بصوا شايفين اللحمة يعني ممكن انتوا ما تشوفوا الاول ترولة دي قليلة وكده لكن هي بالعكس زي ما انتوا شايفين هي مالة الصنية يعني حطين اللحمة بضمير وهنزل احط عليها بقى كده شوية من البشاميل على اللحمة واللي مش حابب ما فيش مشكلة واحلى حاجة بقى في المكرونة البشاميلة دي انها تتاكل وهي سخنة عشان بيبقى البشاميلة بقى كده سايح كده ونيح بيبقى تحفة لكن لما يعني بتبرد البشاميلة طبعا بيجمد بتبقى حلوة برضو بس مرزاي وهي سخنة بزبط بقى كده المكرونة مفاشة متبقاش من عكشة ووحدة طلعة ووحدة لأ وكده لو انتوا بقى وسطوا لحد هنا واول مرة تشوفوا قناتي ياريت ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يبصد لكم كل جديد انا بقدموا وتحطوا لايك للفيديو واحط كده بقى البشاميلة زا ما انتوا شايفين كده على الوش وهي المكرونة بتاعتنا كل حاجة طبعا فيها مستوية هندخلها الفرن كده الفرن شغال برضو تحت وفوق مولا عليه من تحت كده بولا عليه خمس دقيق كده من تحت وبعد كده بتدي اولع الشواية ويعني تاخد لون كده وهجبها لكم ان شاء الله تشوفوها دلوقتي بقى عشان برضو الشكل يبقى جميل ومتنصد كده زا ما انتوا شايفين مش شرط عشان التصوير عشان حتى يعني لو في البيت يبقى شكله حل ومتبقاش من بره كده البشاميل اللي طالع عصانية وشكله وحش ودلوقتي بقى يعني هتتعلقوا كده حتة وطبعا المخلفت ده احنا عاملينه مع بعض بصوا شايفين الانهيور شايفين الجمال والحلاوة بجد تحفة يارب تعجبكم السلام عليكم